أخبار اليوم مستمرين والأجهزة بتتغير يمكن الجزئية دي والدور المحوري اللي هي بتعكس الجزئية دي ووجودك في هذا الجهاز واستمرارك وتغير المدربين عليه يمكن هم ده يكون دور في الحملة الشرسة اللي معمول على الكابتن إسماعيل يوسف في التوقيت الحالي ضمن حملات تانية أنا سأل حضرتك فيها دلوقتي وتبررها لي بطبعاً طبعاً الموسم اللي فات كان كان لعيبة موجودة كان فيه إدارة كان فيه آخر حاجة أنا شايفة أن الجهاز الإداري اللي تمثل فيه ومجموعة الكاتبة اللي معايا زاد الجهاز الفني اللي وجب موجود فيه جزء منه علاء عبدالغاني وكابتن أيمن طهب فالتلات عناصر ذو كانوا سابتين اللي كان بيتغير بس إيه الهد كوتشات ومدرير الفنيين فدي سهلت الأمور بالنسبة وحفظت على الاستقرار وحفظت على الكيان واستقرار دي حقيقة طبعاً المسجوم المطلقة مدعم للمجموعة دي فقدر أنه يخرج بالموسم لبر الأمام الجزء الثاني اللي أنت الحملة طبعاً لا مش علي أنا شخصياً بس يعني على ناس زمالك لأن ما حضرتك بقى جزء يعني جزء يراد بين الكل أنا مؤمن بحاجة أستاذ ياسدك مؤمن بحاجة إن طالما أنت بتشتغل لازم يبقى فيه ولما بتشتغل في نادي كبير لازم هتبقى فيه برضو حروب النفسات تشتغل في نادي كبير حصل على بتوطين كبار لازم تبقى قد المسئولية في العمل المترجم للقناة